عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري للمبادرة الرئاسية حياة كريمة شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع كما تم عرض ملخص تنفيذي لإنهاء كل من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية وكذلك شبكات الغاز وشبكات الكهرباء بالإضافة إلى شبكات الاتصالات والطرق والمجمعات الحكومية وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير 1477 قرية يبلغ نحو 30 ألف مشروع حيث تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في ثماني محافظات وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في سبع محافظات وأقل من 70% في خمس محافظات